موسيقى والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه مع اسم من أسماء الله الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نعيش مع صفة من صفات الله والتي بدونها لا يكون لهذه الحياة معنى ونكون على خطر عظيم وهي الحليم فالله سبحانه وتعالى حليم ومعنى كلمة الحليم أنه لا يسرع في مؤاخذة العاص والحليم معناها أنه سبحانه وتعالى رؤوف وأنه عفو وأنه صبور ولذلك ولأنه لا يسرع في مؤاخذة العاص نجد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا عن الملائكة التي تكتب الحسنات وتكتب السيئات فالملائكة التي تكتب الحسنات تكتبها فورا بمجرد فعلك لحسنة يبادر ملك الحسنات فيكتبها ومن فعل حسنة فإن الله سبحانه وتعالى من كرمه وحلمه يحسبها لك عشرة أضعاف أما إذا ارتكبت سيئة فمن حلم الله أمر ملك السيئات ألا يكتبها فورا بل ينتظر ست ساعات والساعة في لغة الحديث النبوي هي الساعة الزمنية التي نحن فيها الآن لأن كلمة ساعة في لغة العرب قد تعني هذا الزمن وهو أن اليوم 24 ساعة وقد تعني برها ساعة يعني مدة بسيطة كده فما كثى ساعة يعني حاجة بسيط ست ساعات لما يقول ست ساعات يبقى الساعات اللي احنا بنعد بيها اليوم دي يبقى ست ساعات تخيل أنك ارتكبت الإث فمن حلم الله بك وده معناته أنه يحبك يؤخر كتابة هذا عن طريق الملائكة ويمنعها من أن تكتب السيئات إلا بعد ست ساعات هو الملك حفيظ مسجل كل حاجة زي كده ما نسجل بالفيديو وبالكاست حفيظ هو مش هينسى يعني لكن بالرغم من حفظه إلا أنه ينتظر فإذا استغفرت الله وتبت وأقلعت عن الذنب وندمت وعزمت على أن لا تعود لمثله أبدا لا يكتبها عليك وتيجي يوم القيامة مش تلاقيها مكتوبة وممحوة مكتوبة وبعد الكتابة ملحق بيها الغفران أبدا لا تجدها أبدا وكأنك لم تفعلها اتشالت من الملف بتاعك مش اتحطت ما تشالت دي ما تحطتش أصلا إذن لابد علينا من المسارعة في التوب وسارع إلى مغفرة من ربك يبقى المسارعة في التوبة هذه جاءت بناء على هذه الصفة أنه حليم أسماء الله الحسنة تبين لنا من الله لأن كثيرا من الناس لا يعرفون ربهم ولذلك يقبلون في صفاته النقص فيتخيلونه وثنا ويتخيلونه إنسانا ويتخيلونه غير قادر أو غير عالم ويتخيلونه أنه اثنين إله للخير وإله للشر وهكذا كثير جدا من الناس يتخيل أمور كثيرة ناتجة من عدم علم الناس بأسماء الله الحسنة وبعض الناس حتى منهم بعض المسلمين يتخيلونه أنه يعاقب ينتقم يدمر يعذب وكأن هذا فقط والأمر ليس كذلك بالله رحمن رحيم ومن صفاته الحليل الذي يحلم بك يعني في حلم وهذه من الصفات التي يجب عليك أن تتخلق بها ولذلك الحلم بيقتضي الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا لا تتصرع في إقاع العقاب على من يستحق العقاب فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره لا تتصرع في أن تأتي بشيء قبل أن تتضبر مآله قبل أن تنوي في بدايته النية الصالحة الخالصة اهدأ فكر اعدل احكم بالعدل ولا أجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعديلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فيك خصلطان الحلم والأنا يحبهم الله فيك خصلطان يحبهم الله أشج عبد قيس يقول له رسول الله فيك خصلطان يحبهم الله الحلم والأنا فتخلقوا بصفات الله التي يجب عليكم أن تتخلقوا بها وإلى لقاء آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة